والاربطة والاوطار لانه قلنا كل مفصل اي عظمتين مع بعض مثلا زي مثلا في اليد مثلا عندنا العضد فوق وتحتي الساعد الاتنين مع بعضهم بكوننا مفصل اللي هو المفصل الكوع. عندنا بتاع الفاخد برضو عظمة الفاخد مع العظمة اللي تحتيها بتاعت الساق اللي هم الاتنين اللي هو الشزية والقصبة الاتنين فبكونونا مع بعضهم اه مفصل اللي هو مفصل مفصل في عندنا مفصل الحوض فوق لكن اللي تحت بنسميه مفصل الركبة او الركبي او الركبة مفصل الركبة فوجود عظمتين مع بعضهم بيتصلوا في الاخر مع بعض بيعملونا مفصل والمفصل فيه عندنا بيبقى فيه رباطين او الرباط ما بين العظمة والعظمة بنسميه اربطة لكن ما بين العضلة اللي هي موجودة جنب العظمة مع العظمة بنسميه وطر بنسميه ايه وطر وبيبقى نهاية كل العظمة فيه عندنا الغضروف عشان يمنع تاكل العظمة مع العظمة فبيبقى التاكل في نفس الغضروف وبيبقى احيانا مسحوب الغضروف مع ايه الغضريف في مسحوب في نفس المفصل وجود سائل جلالي او لا وجد سائل جلالي. هنتكلم بالتفصيل.